بعيدا عن رفوف المكتبات وقريبا من المواطن حد قدميه لم تكن الكتب يوما أقرب للقارئ مما هي عليه في شوارع العاصمة الرباط فالمعرفة هنا متاحة لشغوف القراءة وبأثمنة زهيدة في غالبيتها لكن الفائدة المرجوة من هذه الظاهرة التي قد يختلف المثقفون حول جدواها تختلف من قارئ لآخر وبين مجلات وروايات ومناهج دراسية قديمة تزخر أرصفة الرباط بشكل يجعل منها بالنسبة لقاطنيها وزوارها استثناء بين المدن المغربية تزخر بكتب اختلفت أغلفتها ومضامينها قديمها وجديدها ولكن هل يجد كل القراء ضلتهم من المعرفة على قارعة الطريق؟ أخس تكون كتب تاريخية تكون كتب تاريخية ما شاهدت ما شاهدت تاريخية موجهة لجميع الأطفال لجميع المستويات وسواء على الرصيف أو على رفوف المكتبات فقيمة الكتاب لا تزال تكمن في ماله من ارتقاء بالقارئ في صلم المعرفة ولكن يبقى السؤال حول مدى استمرار الكتاب في البقاء في مواجهة موجة التكنولوجيات الفائقة وشح القراء